تزامن تفشي فيروس كورونا في العراق مع أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد فاقمتها حالة التعثر الحكومي في إدارة الأزمات وفي معالجة مشاكل الفساد والترهل الإداري الذي استزف ثروات البلاد كل ذلك انعكس على القطاع الصحي الذي سرعان منهارت أغلب مستشفياته ومراكزه الصحية بفعل نقص الأكسجين والأدوية وقلة المستلزمات الخاصة بعناية المرضى ما أدخل البلاد في أزمة صحية كبيرة تفاقمت مع تفشي فيروس كورونا ودخول البلاد في موجته الثانية والمتحورة وضعف التزام المواطنين بإجراءات السلامة التي يرون أنها غير مدروسة وغير عادلة حقائق تدهور القطاع الصحي بكل أركادة سلطت شبكة أخبار CNN الأمريكية الضوء عليها وكشف تقرير مصور للشبكة من داخل وحدة للعناية المركزة الخاصة بالمصابين بكورونا في بغداد تفاقم معاناة العراقيين في مواجهة فيروس كورونا خاصة مع ظهور حالات ترتبط بالسلالة الجديدة للفيروس في ظل شح الإمكانيات المادية والبشرية وسط أزمة اقتصادية خانقة وكشف التقرير عن تخوف الكثير من العراقيين من الذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج نهيك عن عدم ثقة بعض العراقيين بقدرة الكوادر الصحية على تقديم خدمة جيدة لمرضاهم الأمر الذي فاقم من مشكلة انتشار الفيروس وأدى لتدهور حالة كثيرين ممن أصيبوا بالمرض هذا الواقع المتدهور للقطاع الصحي أكدته وزارة الصحة الحالية التي أشارت إلى الزيادة المقلقة في الإصابات الحرجة بكورونا والاحتمالية الكبيرة لتدهور النظام الصحي بسبب تضاعف أعداد المصابين بالفيروس ثلاث مرات خلال أسبوعين وتفاقم معاناة الفرق الطبية التي فقدت الكثير من أفرادها مؤخرا نتيجة إصابتهم بالفيروس ترجمة نانسي قنقر